ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي الروسي خلال النصف الأول من سنة 2024 وارتفعت حصة موسكو من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسهل إلى 20% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 14% خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير صادر عن وكالة التعاون بين منظمية الطاقة وانخفضت واردات الاتحاد الأوروبي الإجمالية من الوقود فائق التبريد إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021 في ربع الثالث مما يعني أن حصة روسيا المتزايدة تأتي وسط تقلص حجم السوق واستقارت حصة الغاز الطبيعي المسهل القادم من الولايات المتحدة الأمريكية عند حوالي 45% خلال هذه الفترة ترجمة نانسي قنقر